مع تصاعد العنف بشكل أكبر من السابق ووجود العديد يعني من المهاجرين بما فيهم النمساويين يعني حتى البنت التي تم اغتصابها بسنة 12 سنة يعني بصراحة أكيد هذه أكيد يعني هذه بنت أهلها أهملوا بتربيتها بغض النظر هي ضحية ولا غير ضحية يعني هي شأن شأن الطفل الذي كمان أجرم بحقها وقام بعملية التحرش أو الاغتصاب والله أعلم شو اللي حصل بالضبط طبعا حتى هدول كان بينهم سوريين يعني تزعم العصابة كان سوريا على فكرة بناءنا على الخبر اللي احنا نشرناه أعتقد من أكثر من شهر ونص تقريبا قبل رمضان بتذكر هذا الخبر تم نشره فبالتالي فبالتالي سيد بن مدوح ودي مش الحال الأولى كان هناك برضو أفغان لو تفتكر نعم 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 هي 12 سنة عفوا لهاي الطفلة نفسها يعني لتم اغتصابها أعتقد من أكثر من 12 شخص 12 شخص بينهم أفغان والسوريين وأتراك ونمساويين حتى يعني فبالتالي فبالتالي تخفيض السن القانوني هل هو الحل لا أعتقد هو الحل الوحيد الحل اليوم هو فعليا كما تفضل السيد جرحة تقنية وزير الداخلية يجب أن يكون هناك لوم على الأباء على الأهالي بتربية أولى الأطفال نعم نعم يجب نعم تقوم بتوبيخ الأهل يعني بصراحة بينهم يتحمل الجزء من هاي المسئولية هاي الفوضى إنه ليش أطفال بهذا العمر هنم موجودين بالشوارع وغير مسئولة غير الأهل غير مسئولين عنهم فطبعا أكيد هذا القرار أكيد لا حيكون فيه له على الأقل إن لن ينفع فهو لا يضر فبالتالي هو حتما سيتصدى وسيواجه العديد من هذه التحديات وهذا الإهمال والفوضى الموجودة في بعض المجتمعات وبعض الأشخاص والأفرار والعائلات تغيير في قانون الطفل نفسه لأنه أولا يعني هل الأباء لما أنت هو على الجانب الآخر لما بيحصل عملية توبيخ من الأباء للأبناء ولو في حالة أن الطفل بيلجأ لل اليوجند أمت اليوجند أمت نعم بيتم أحيانا صحب الأطفال من الأباء ووضعوهم في احترائي نعم نعم هايم والمراكز حيفلته أكتر يعني ده اللي أنا عايز أقولهو لكن هو المفروض أن يكون هناك تغليظ للعقوبات وكمان لازم يكون هناك إجراءات مضادة للأطفال نفسهم يعني لازم يكون فيه تشريع على مستوى النمسا ككل نعم لضبط الموضوع من بدايته لنما هو يقولك بتوبيخ الأباء ولو الأباء اتخذوا إجراءات الطفل يروح لليوجند أمت يسحبوا منه يعني حاجة الخلل سيد الكريم هو في الأسرة في العائلة في المنزل في المنزل هذا اللي صار فيه هذا هذا الخلل أو هذا التوجع وهذا الشيء بس فيه نقطة أخرى فيه نقطة أخرى بتصيئ بتخيل كتير من اللي اللي عم بيسمعونا من السوريين وغيرهم ومن فيه حكمهم حاليا فيه شريحة كبيرة سيدنا ندوح اللي إجت على النمسا هدول فقط أطفال لوحدهم من دون ذويهم يعني هدول أهليهم بعتوهم من تركيا تماما من السوريين بعتوهم حتى يوصلوا عن النمسا ويأخذوا لجوء وبالتالي يعملوا لم شمل لأهليهم بالله بأهليم والنمسا بالمقابل إما لم تمنحهم حق اللجوء أو بأحسن حالات تمنحهم حق الإقامة السنوية المؤقتة وبالتالي لا يحق لهم لم الشمل وبالتالي هؤلاء الأطفال أصبحوا بلا أهل بلا مربي بلا أي أحد يتابعهم فبالتالي أصبحنا فوضى على فوضى وبفوضى مركبة يضاف على ذلك يضاف على ذلك غياب مجتمع الجالية السورية أو العراقية يعني هل لا صراحة نحن نحكي بس على الجزء الجالية السورية باعتبار هي حاليا الشريحة الأكبر من اللاجئين الموجودين هنا في النمسا من دون ذويهم فبالتالي أستاذ ممضوح يوجد يوجد عدم احتواء من الجالية السورية لا يوجد منظمات مجتمع مدني حقيقية من الجالية السورية تعمل بالتوازي مع الدولة النمساوية مع اليوغن أمت مع اليوغن أمت بالضبط للعمل على محاولة استيعاب أو رعاية هؤلاء الأطفال يوجد تحصير يعني يمكن يجراء مثلا عملية يعني أعطاء بعض الأسر نعم بعض الأطفال ويكون المسؤولية منهم نوضوع موش بالإشراف الموضوع ممكن دائما جميل جدا إذن الإشراف إشراف إشراف جمعيات حقوقية تقوم بشكل أو بآخر بالإشراف على عملية تربية ومتابعة الأمور الخاصة بهؤلاء الشبان الذين هم فعليا يعيشون هنا لوحدهم يعني تخيل هدول يكونوا موجودين لوحدهم أو موجودين بمجتمع ومجتمع متفلت أو منفلت من خلال اليوغن أمت وغيره والهائمات الموجودة انتشار المخدرات انتشار الرذيلة انتشار التحرش الجنسي يعني عدم التربية ما في تعليم ما في كذا فبصراحة أكيد هيكون في عندك يعني جيل كامل من الفوضى ومشاكل متراكمة ولا حلها إلا عنف يولد عنف ويطلع وزير الداخلية بسن قوانين إضافية وهذا ليس الحل الحل هي مثل ما تفضلت لازم يكون فعليا منظومة كاملة يكون بالحل طبعا هي دي الخطوة الأولى هايلين ان هو دي الخطوة الأولى بعد ما يقر البرلمان أكيد هيكون فيه إجراءات تانية ونتمنى ان يكون هناك تفاعل برضو من المجتمع أو منظمات المجتمع المدني الخاصة بعملية رعاية الأطفال ترجمة نانسي قنقر